وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وأحماية منتج محلي الكاظمي خلال الجلسة الأولى لمجلس الجهات غير مرتبطة بالوزارة والهيئة المستقلة حذر من وضع العقبات أمام الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة أقرر مجلسه إلزام محافظاتي بتخصيص مبالغ من الـ 50% من إرادات المنافذ الحدودية موجودة في محافظاتهم والتأكيد على وزارة المالية بإنجاز أتمتة الإجراءات الجمهورية والضريبية خلال السقف المحدد لها